تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من قصة كل جمعة اللي بتجيكم مني أنا محمد عواد عبر قناة سيفي سبورت الأكثر تنوعا من حيث أشكال وأفكار المحتوى وعدكم أن القصة اليوم تكون دسمة تكون شاملة تكون كبيرة وعدكم بذلك وأتمنى في النهاية وبالتعليقات تقولوا لي هل أوفيت بالوعد ولا لا وأتمنى خلال مشاهدتكم القصة إذا أعجبتكم تتركوا لايك لأنه هذا الشيء بساعدنا عشان نوصل لناس أكثر ونبدأ بقصتنا لو إجيت عملت سيرتش على جوجل وكتبت بالإنجليزي البرازيل 82 حيطلع لك نتائج مثل أعظم منتخب على الإطلاق فن كرت القدم ولو عملت بالعربي ولو عملت بالإسباني بالفرنسي بالإنجليزي رف كل لغات العالم وإعمل سيرتش حتى لو بالصيني حتى الجداء من نفس النتيجة الشيء بقول إنهم أعظم منتخب على الإطلاق أو أعظم منتخب ما فازوا بكأس العالم أو المنتخب اللي كسب قلوب الجميع أكثر منتخب بلا منازع نيلا للمديح حتى من ناس ما لحقوه ولا شافوه ولو شافوه حتى دقيقتين على يوتيوب هذا الفريق له السحر خاص على قلوب الناس لليوم وقصته خاصة عشان هيك قصة اليوم حيساعدنا فيها كثير مميزين عاصروا وشافوه بروون نيها وأولهم المعلق العربي القطري يوسف سيف والصحفي أليكس بيلوس البريطاني اللي قضى جزء كبير من حياته في البرازيل وأيضا معنا المدرب البرازيلي غوز دافو دي أوريفيرا ومعنا المعلق الشهير في البرازيل وقناة ESPN لينارتو بيرتوزي والأمل والهدف نقدم أشمل قصة عربية إن عملت عن برازيل 82 وأتمنى بالتعليقات دائما تعطوني رأيكم قبل سنة 1982 دائما كان فيه نقاش هل هناك حظ في كرة القدم ليس هناك حظ في كرة القدم بس بعد 82 انتهى النقاش نعم هناك حظ في كرة القدم الأفضل الأجمل الأروع مش ضرور يفوز فالبرازيل 82 كانت قمة الأداء وما فازت بأجاز التعبير وقعت الكارثة بأجاز التعبير يا أخي في عالم كرة القدم مو بضرورة الفريق الأفضل يفوز في عالم كرة القدم مو بضرورة الفريق الجميل اللي قدم لنا شحر كروي بالفعل يفوز المنتخب اللي عادي تقول عنه أفضل منتخب كرة قدم في التاريخ واللي بدي يتحفظ بيقول هذا أفضل منتخب كرة قدم في التاريخ ما جاب كأس العالم في العادة منتخبات البرازيل فيها ساحر 82 كان عبارة عن سحرة كاملين لذلك سموه فريق السحرة في كرة القدم تمريرات لا تتوقف حركية مهارات وتغيير اتجاه لعب مستوى ما كانت كرة القدم عم تعرفه إلى تلك اللحظة واللي بتابعني في انستغرام شاف قبل أسبوع أو أسبوعين ذكرت أني خلصت كتاب اسمه الحياة على الطريق البرازيلي وهو كتاب رائع مشهور عليه شغلي كبير وبحث كبير بتكلم عن تأثير كرة القدم على البرازيليين بالحياة وليس فقط بكرة القدم هذا الكتاب لكاتب بريطاني أقام سنوات طويلة في البرازيل اسمه أليكس بيلوس واحد من الكتب اللي بصحكم فيها بلا منازع أليكس بيلوس لو عجبني كتاب وقلت بدي أتواصل معي ساعدني في قصة البرازيل 82 رسلته رد فورا شيء جميل منه ثم قلت له معلش تساعدني في فيديو حبعت لك أسئلة وتجاوبني قل لي تكرم خلال قراءتي للكتاب دائما في مشاعر حزن بعد كل خسارة للبرازيل فقلت له أنت بتحكي أن البرازيليين دائما عم يحزنوا بعد الخسارة كيف البرازيليين بشوفوا منديال 82 كيف البرازيليين بتعاملوا مع منتخب 82 اللي خسر في كأس العالم شو قصة هذا المنتخب اللي غير عقلية البرازيليين الأمور بلشت بتصفيات كأس العالم 82 في أمريكا الجنوبية كانت تقام على شكل مجموعات صغيرة البرازيل وقعت في مجموعة سهلة بوليبيا فانزويلا فازت أربع مباريات سجلت 11 وتلقت هدفه العالم ما تكلم عادي مجموعة بتتأهل فيها البرازيل دائما وصل كأس العالم في إسبانيا في شهر رمضان الكريم وبالدقيقة 34 من المباراة الأولى الاتحاد السوفيتي بتقدم على البرازيل والله شكل هالمنتخب مش مرعب كان فيه تمريرات فيه حركية صح بس ما فيش أهدف ثم في الدقيقة 75 الكرة بتوصل سقراط في عمق الملعب براوغ الأول والثاني وبرسل صاروخ في هدف التعادل هدف مستوى مختلف عن مستوى الأهداف اللي بتيجي في المونيديال لكن البرازيليين شعروا أنه فيه واحدتين ثلاثة لسه ما انبهروا وقرروا بالدقيقة 88 يبهروهم جميعا كرة عرضية أرضية بتروح لسقراط بدل ما يسيطر عليها ويمررها بعد ذلك بسمحلة مرمة بين رجلين عشان يجي إيدير من الخلف يرفحها ويرسل صاروخ واحد من أجمل الأهداف في تاريخ كأس العالم مش بس في كأس العالم 82 وقتها العالم أدرك إنه المستوى البهلواني تعكرت القدم راح لمستوى آخر بعدها البرازيلي سحقت سكوتلندا 41 ونيوزيلندا 40 اسم زيكو عم بيظهر في قائمة التسجيل إيدير اسم بات معروف فالكا وعم بيرعب الناس وسقراط عازف من درجة خاصة جدا وكل برازيلي في ذلك الفريق أصبحت الناس تعرفه جونيور أصبح له شعبية كل واحد عم بيلعب في أرض الملعب الناس عم بتحبه لأنه كل واحد فيهم عنده شخصيته كل واحد فيهم عنده لمسته الخاصة في الدور الثاني في كأس العالم 82 كان على شكل مجموعات أيضا البرازيل مع الأرجنتين مع إيطاليا مجموعة أطلق عليها في الصحافة الإسبانية مجموعة المون الأرجنتين حامل اللقب والبرازيل طبعا معروف كبرازيل وإيطاليا بتاريخها لا نقاش فيه بدأت المباراة الأولى البرازيل والأرجنتين البرازيل عم بتفوز الأرجنتين بسهولة الثلاثة واحد زيكو سيرجينيو جونيور عم بسجلوا الثلاث أهداف ولا يعلم اللي سجل هدف الأرجنتين في ذلك المباراة رامون دياس المدرب اللي مشهور في منطقتنا العربية في السنوات الأخيرة إيطاليا بتفاجئ العالم وبتغلب الأرجنتين ليش بقول بتفاجئ؟ لأنه الأرجنتين كانت بطلة الثمانية وسبعين وإيطاليا جاي من دور مجموعات سيئ متحادل فيه ثلاث مرات سلبيا مع بولندا وواحد واحد مع الكاميرون وبيرو كان صعب تتخيل أن هذا المنتخب يقدر يصمد لكن غلب الأرجنتين وكانت هناك نقطة تحول معنا وحسب رواه كثير في إيطاليا لللاعبين آمنوا بنفسهم صحراحين العبدوا بالسحراء لكن حنكسر سحرهم إيطاليا بتتقدم في الدقيقة 5 في مواجهة البرازيل عبر باولوروسي في الدقيقة 12 رد مباشر عبر سقرات ثم تعود وإيطاليا وتتقدم بالـ 25 عبر روسي أيضا وفي الدقيقة 68 كانت واحدة من أشهر الحيل في تاريخ كورة القدم حيلة أوحت بأفكار تكتيكية لليوم لعب برازيل اسمه سيريز وعم بيندفع وعم بيركد داخل منطقة الجزاء بيلحقوه ثلاث مدافعين وبتفاجأوا أنه أصلا البرازيليين مش ناويين يمررونه كانت خطة لسحب المدافعين فالكاوب بحرك اتجاهه بسجل هدف التعادل في الدقيقة 68 البرازيل رح تتأهل بهذه النتيجة لأنه بدور المجموعات كان ثلاث فرق والبرازيل إلها فارق الأهداف سدقة أقدس ركمية إيطاليا من التزديد الأولى بعد ذلك الهدف عم بتسجل هدف الفوز عم تتأهل وبتقتل الوقت بعد ذلك بإضاءة وقت شهيرة وبمسألة قتل اللعب بالفولات وكل ذلك وبأسلوب دفاعي مميز جدا إيطاليا بتفوز وهاتريك روسي حسب كثير ناس هو أشهر وأهم هاتريك في تاريخ كأس العالم كله وحتى أنه رسي نفسه لما كتب سيرة ذاتية عن نفسه كان عنوان لكتاب لقد جعلته البرازيلة تبكي ذهول جماهيري حزن عالمي الفنانين السحر عم بيغادروا وبيضل الفريق العملي البراجماتي اللي بيدافع في البطولة الزونة مستى الإيطالية إسلوب دفاع كان منتشر في تلك الفترة الإيطالية كان كل لعب عم بيسيطر على منطقة عم مساحة معينة وبيدافعوا كأنهم بلعبوا كرة تسلة وأي لاعب يرتكب هفوة يتم تقطيته مباشرة إما من لاعب أو بفول تكتيكي هذا الإسلوب قدر يوقف السحر قدر يخليهم يواجهوا مشكلة كبيرة أنه فلسفتهم مش دائما قادرة تنتصر صديق الصحة في إسلام مجدي له مقال في الموضوع بذكر كتب فيه اليوم الذي انتصر فيه الشر على الخير لأنه الناس كانت كلها شايف البرازيل هي الخير وإيطاليا هي الشر ومن أشهر التصريحات لا تنسى للبرازيل هي كله كان يلعب معه لما خرج أمام إيطاليا قال اليوم توفيت كرة القدم الجميلة في حين جوناثان ويلسون الصحة الشهير صاحب كتاب الهرب المقلوب لما جاء وتكلم عن تلك المباراة وصفها بالمباراة الأيقونية التي تواجه فيها سادد الدفاع ضد أفضل مهارات وأفضل تجمع حجومي ربما عرفته كرة القدم شو اللي خل البرازيل بهذا الحماس بهذا الإشادي بهذا الحب للناس البرازيل في تلك البطولة ذهبت لتلعب بخطة طبيعية اسمها 4222 اختلقت أو خليني أقول أعادت تطبيق مفهوم المثلثات في خط الوسط في دائما 3-4 لعبين وسط بتبادلوا الكرة بالعمق مش على الأطراف وفجأة بيضربوك على الطرف بتمريرا مع صعود الأظهرة الطائرة فوق كل ذلك وفوق كل هذه اللمسات الكثيرة اللي كانت تصير في النص كان في مهارات عالية جدا صعب تاخذ الكرة من أي لعب منهم لمستوى يعني لما تحكي مع واحد اللي عاصروا الموضوع بيقول لك كانوا كلهم نيمار على الأرض الملعب خطة 4222 كانت محرة جدا ما كانت مقيدة لأحد لأنه الأول ما تملش المباراة بتفكرهم بيرعبوا 4-3-3 و لما يبلش يصعدوا أظهرتهم الطائرة اللي ما بيدفعوش أساسا هجوم بتقول شو هالخطة العجيبة لمستوى أكثر من صحفي برازيلي بيأكد كل الصحفين كان يجي يسألونا هو خطتكم 271 والأهم من ذلك المدرب تليسانتانا كان عنده مبدأ واضح جميع اللاعبين أحرار في الملعب لا يمكن تقييدهم انطلقوا عبروا عن نفسكم ارقصوا فالبرازيليين بالنسبة لهم كرت القدم لم تكن يوما اللعبة بل كانت فن هذا الشيء حكى سانتانا وأكدوا أليكس بيلوس في كتابه البرازيليين أبدا ما كانوا بيعتبروا كرت القدم مباراة كانوا بيعتبروها مهرجان هذه الحرية للعلم ما كانت صدفي ما كانت مجرد مدرب مجنون كانت التشكيلة عم بتساعده والمدرب البرازيلي غوستافو دي أوليو ضدنا في الحلقة أيضا عم بشرحنا شو فكرة هذا غوستافو هو مدرب في أكاديمية ميلوال ونادي تشلسي سابقا أعتقد أن البرازيلي كانت مدربية تقنية وكثير من الملعبين كانوا من الملعبين أو كانوا من الملعبين في الملعبين لذلك كانوا من الملعبين في كل الملعبين كانوا من الملعبين وعلموا ما يفعلون في الملعبين الظاهرين تعون البرازيل كانوا مجنين كانوا ظاهرين سريعين جدا مش بس هيك لياندرو جونيور تزديداتهم صواريخ مهاراتهم مميزة وفق كل ذلك ذكاء ولياقة لا بيضعبوش بروحوا و بيرجعوا عادي كانوا عم بسبهوا فريق هارليم تأكورة السلة لو بتعرفوه لما تشوفوا المباريات المطولة كل لمسة لهم قصة بيعتبروها سحر رقصة بتسلوا الشباب أكثر مما إنهم بيلعبوا وحتى لما كانوا واجهوا المرمى مش ضرور الهدف يجي عادي ما لها الكرة تسقط ورا الحارس ما لها أضربت مقص ممنوع تخلي الأمور سهلة خلي الأمور ممتعة هترككم هيك مع لقطات سريعة على منتخب هذا البرازيل عشان تشوفوا كيف كانوا بيفتكوا الكرة بمهارة وكيف كانوا بيخلصوا الهدف أمام المرمى ما كانوا ماخذين الأمور أبدا بالمستوى التقليدي الموضوع ذكاء هدو قوة شخصية تزديدات حرية مهارات صعب 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 كنت تواجه البرازيل 82 ربما ما عرفت كرة القلم بالفترة الأخيرة الشيء بيشبهه إلا برشلونة بيب وحشرح في نهاية الحلقة كيف أثرت برازيل 82 على برشلونة جوارجولا وأكيد سمعتوا المدريديين بيحكوا إنسيابية أسلوب زيدان كلمة الإنسيابية بلشت تصعد بشكل صريح مع برازيل 82 الكرة دائما تتترج من الأمام بهدوء ولاعبين اقراب من بعض حتى تصبح الكرة على مناطق الخطر ثم يتحرر الإبداع وتتحول الكرات القريبة إلى خطورة محققة وزي ما قلت البرازيليين معروفين مع كل خسارة بدوره عضحية جيل الخمسين لما اختاروا اللاعبين معينين حارس المرمى وغيره وقضوا عليهم إعلاميا وفي 2010 بنذكر شو صار مع فليب بيميلو أو جوليو سيزار كل ما يخسروا دائما بيكونوا سلبي لكن ليناردو بيرتوزي المعلق البرازيلي واحد أشهر الصحفيين والمعلقين في الكرة البرازيلية بش رحلنا عن شيء عملوا منتخب 82 ما عملوا غيره باختصار هذا الفريق غير ثقافة شعب كامل شعب كامل متعود اللي بيخسر يلا هجم عليه هدول لا اللي بيخسر أشكروا أيضا في إحدى المقابلات الصحفية سألوا اللاعب لسكوتلندي السابق ولاعب لبربول السابق احكينا مين أفضل 11 واجهتهم في حياته ففكروا بديبلش يقولهم حارس مانشستر وظهير أيمن أبصر مين من الموضوع كتير بسيط منتخب البرازيل 288 هيل 11 وشكرا طبعا برازيل كانت قد سحقت وبربعية في المونديال الكل مؤمن إنه سر السحر لهذا الفريق هي الحرية المفرطة المطلقة لكل اللاعبين اللي خلقت لاعب خط وصفة أخر بسجل ثلاث أهداف وما كان فيه إحصائيات لكن بعض الصحفيين البرازيليين اجتهدوا جديد وحاولوا يعملوا نظام إحصائيات متقدمة اللي يجدوا أنه فالكاوت كان أكثر لاعب هدد المرمى ربما في كأس العالم كله وهو لاعب وسط متأخر وبعد إحدى المباريات قالوا له أنت بتلعب جونيور هذا الظهير قاعد بطلع جناح حجومي فكان جوابه لسانتانا أنا لن أقيد نجومي كان كل شيء متع رائع رائع لعندما خسرت البرازيلي أمام إيطاليا بدأت تطلع أوصاف مختلفة بالصحافة تعرفوا إحنا الصحفيين مع المفايز ضد المغلوب بدأت يقولوا السلوب البرازيلي هذا سادج ولكن بعد ذلك الفوز أيضا ظهر لأول مرة مفهوم كلمة المنظومة في كرة القدم الفريق كجماعة هل بيقدر يواجه الأفراد لو كانوا أفضل منه بدأت يفهم بعض المنظومة الهجومية المنظومة الدفاعية المنظومة حتى القتالية في أرض الملعب هذا المفهوم تطور لليوم وهذا المفهوم بلش من هناك عشان هيك كثير ناس بتقول لك مباراة إيطاليا البرازيل غيرت كرة القدم إلى الأبد غيرتها سواء كنت تحب الكرة الهجومية آمنت فيها أكثر لأنك شفت جديش الناس هتحبك أو غيرتها عشان الناس هتشوف مفهيم جديدة المراوغة الوهمية أو الجر الوهمي لازم تفوز عالم البيانات والإحصاء بندلوسما بيقول البرازيل 94 جابت كأس العالم والبرازيل 22 جابت كأس العالم لكن لا يمكن أبدا البرازيليين يقولوا واحد من هذول احسن من منتخب 82 82 كان مستوى آخر تماما عن منتخبين جابوا اللقب وبضيف قبل 82 دائما الناس كانت تقول المجر يا حرام 54 أو هولندا 74 بعد 82 ما أضل حرام بعد ما إنه البرازيل 82 تخسر كأس العالم صارت هي مثال واضح للروعة اللي ما بتفوز بتك تعرف شو كانوا الناس شايفين البرازيل بذلك المونيديان لما دخل سنتانا بعد ما خسر مع إيطاليا على المؤتمر الصحفي كان فيه 300 صحفي دخل كلهم وقفوا زقفونه شكرا على هذه المتعة مستحيل ننسى الأيام اللي عيشت بيها كرت القدم حول العالم مش بس عيشت فيها منتخب بلادك شخصيا كانت نشاعري حزينة جدا وكان معي الأخ خالين مهندي كان حالين رئيس التحد كرة القير تحد كرة طاولة في قطر وحتى السائق الأسباني اللي معانا كان يقول إنه بطلت كاس العالم قد انتهت وبطلت كاس العالم في عام 1983 بخروج البرازيل ما أصبحت بلا متعة وكنا نتفق وسادل بصراحة العودة من الملعب إلى السكن جو حزين بصراحة طبعا العلم اللي ما بيعرف سن تانا بعد البرازيل 82 رعى السعودية يدرب ودرب الأهري السعودي ما بين 83 و85 فازمحهم بالدوري والكاس وفازمحهم أيضا بكاس أنديت الخليج ورجع طبعا ندرب البرازيل بال85 وخاضمون بياس 86 بأداء جميل وخرج أمام فرنسا بركلة الترجمة ملحوث هذا الرجل روعد جمال أداءه لو تووجد بكاس العالم البعض بقول لربما صنفوا كثير ناس كأفضل مدرب في التاريخ بس هذا المدرب كان عنده مبادئ غريبة مثلا كان يرفض لاعبي يعملوا تدخلات عنيفة وبمنحهم من مسألة الخطأ التكتيكي لما يخسروا الكرة ممنوع تتعمد العنف إحنا جايين لتسلم مش جايين انفوز لذلك يسميه البرازيليين آخر مدرب رومانسي وقاله تصريح شهير أن أخسر بطريقة جميلة أفضل من أن أفوز بطريقة رديئة مدرب ما بيانا بشي اسمه ألعب على التعادل لأنه بكفيك يعني مع إيطاليا إجت له ثلاث فرص يتعادل إجت له 0-0-1-1-2-2 وكانت أموره تمامه بقدر يتأهل كان يظل له هاجر لكن كثير ناس لامتوا على ذلك بس غوستافو ضيفنا اليوم حيشرح لنا ليش هو شايف إنه اللي عمله سنتانا مش غلط بحي منتخب خلى شعبية البرازيل عالية جدا خلى أكثر منتخب مشجع خارج بلاده في العالم منتخب خلى الناس تصيروا تقول في بلادها شو ما كانت جنسيتها أنا برازيلي منتخب صارت الناس مستعدة تشجعه لو واجه بلادها منتخب صارت شعبيته عالمية كاسحة وهذا اللي بقى كدنية ليوناردو نرجع لزيكو صاحب التصريح الشهير اليوم ماتت كرة القدم الجميلة بعد ما ترك منتخب العراق في 2012 اتكلم عن ذلك وقال في ذلك اليوم خسرت كرة القدم شيء مهم جدا قال اتخيلوا لو فازت البرازيل بمتعتها بسحرها بحريتها في أرض الملعب وجابت كأس العالم لكانت كل المنتخبات بتلعب هيك يعني لكانت الملاعب الآن عبارة عن مسرحيات عن مسلسلات عن روعة لربما ما كان حيطلع بريزو أنيلي ويقول لك اللي ولاد الصغر صاروا يلعبوا باب جي لأنه أكيد لو كانت كرة القدم كلها برازيل 82 أحلى من باب جي وأحلى من رزدانت إيفل وأحلى من كولو فيديوتي وأي لحضي بتيجي على بالك فالبرازيل كانت قمة الفن الكروي وبما أني قلت قمة الفن الكروي وبما أنه كثير صحفيين زاروا البرازيل قالوا البرازيليين بيعامل كرة القدم بالفن ذهبت إلى أليكس بيلوس مرة فأنت عشت في برازيل وعشت أنه البرازيل يشوفوا الموضوع فن فهل بيعتبروا 82 هو قمة الفن الكروي ولا لا فهذا كان هذا جوابه باختصار أليكس بيتفق مع زيكو أنه هذا قمة الفن لكن أيضا بيتفق أنه ما عاد حدا يمارس هذا الفن بعد ذلك وبيتفق أيضا أنه قيمة الفن مكلفة جدا 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 وهي تكلفة النتائج كثير ناس بتقول لك البرازيل كانت هجومية أكثر من اللازم كثير ناس بتقول لك البرازيل كان عندها عيوب دفاعية سانتانا ما كان لهملها واعترف بذلك أكثر من اللاعب برازيلي حتى منهم من قال اليوم لو سجلنا خمس أهداف لسجلوا فينا لبراء إيطاليا ستة لأنهم كانوا مدركين لعيوبنا الدفاعية من اللي ما كنا قادرين نصلحها الروح على بيبي جوارديولا المدرب الأشهر هجوميا في الزمن الحديث في مقال للكاتب الإنجليز يجونا فنسمع في عام 2019 بيقول المدرب سانتانا هو الأكثر تأثيرا على جوارديولا ربما الناس بتقول كرويف بتقول بيلسا لكن جوارديولا كان عمر 11 سنة كان طفل شاف هذه المسرحية في كأس العالم 82 وبستشهد بقولين لك وارديولا بيشبهوا المدرب سانتانا الأول قال فيه البرازيل 82 هو منتخب لم يفوز بشيء لكن يذكروه الناس أكثر بما يذكروا أبطال العالم كلهم وأضافي مكان آخر لماذا تلعب للتعادل ما دم تستطيع الفوز لكنه بأكد الكاتب أنه بيبي بتعلم شغلتين أحسن من سانتانا أو تعلم من أخطأ سانتانا أول لابد من واجبات دفاعية لللاعبين مقيدة ما فيش داعي للحرية المطلقة بالدفاع بالهجوم أوكي بالدفاع لا أيضا بالحرية الهجومية مش كل اللاعبين عندهم مطلق الحرية فيه لاعب أو اتنين بيحررهم بيب بس دوران الكرة اسلوب الكرة استحواذ الكرة الرغبة بالتمرير للأمام دائما هو بيبي جوارديولا النسخة المحدثة والمطورة من سانتانا يؤمن بالأظهرة كأساس للهجوم لكن بلفس الوقت ما بتردد يرتكب أخطاء تكتيكية لما تفتك منه الكرة تقتل المرتدات شيء معروف عن جوارديولا بلاعبين عاددين عنده لذلك دائما كانوا الناس أيام برشلونة بيب بيقولوا برازيل 82 تولد من جديد برازيل 82 ما كانت مجرد منتخب جميل ما كانت مجرد أداء كانت مفهوم كانت كونسبت في كرة القدم حقيقي فهي كانت تاريخ مصدر لأفكار جديدة سواء أنت مقتنع في اللي عملوا وبتمشي على طريقهم أو أنت مش مقتنع من اللي عملوا وبدك تروح تبعد عنهم أو أنت خائف أنه يوما ما تواجه شيء زيهم فبتكون مستعد ومحضر أكثر وأكثر لمواجهة هيك منتخبات بطولة ومنتخب بيقول مش دائما المهزوم مهزوم بعض الأحيان المهزوم ربما يكون منتصر فالنتيجة ليوم شيء والنتيجة للأبد شيء آخر البرازيل خسرت ذلك اليوم لكن برازيل 82 كسبت الأبد كله في كرة القدم فأهم شيء تكون مؤمن بمبادئك وتكون مبادئك صحيحة أنا هلا وأنا بصور انتبهت أنه المنتخب إليه 40 سنة ولما رحت شفت قصصه وحكيت مع الناس اتحمستله فتخيلوا لو كنا عشنا ذلك المنتخب لكن للأسف ما لحجنا نوصل هون لنهاية هاي الحلقة بذكركم تركوا لايك على الفيديو تشتركوا بقناة سيلفي سبورت وتشيروا الفيديو مع أصحابكم البرازيليين والسلام عليكم ورحمة الله